عدد المسلسلات ده هل شايف انه فيه اعمال بعينها تظلمت لو كانت عرضت برا الموسم كان ممكن تتشاف اكتر من كده؟ يعني نوعا ما يعني انا مثلا شايف من الاعمال دي صد العقارب يمكن كان القصة فيها نوع من انواع التشويق وفيها مساحات من الحركة اللي بيحبها الجمهور فكرة الانتقام وصراع العائلتين هي بتلعب على تيمي تروميا وجوليات طبعا بخلاف ان فيه تفوق في التمثيل عند اكتر من ممثل في المسلسل محمد علاء جمايكا محمد علي رزق طبعا عمل دور عظيم جدا يمكن واحد من افضل الشخصيات اللي قدمها ومن اصعبها على الاطلاق لان هو بيقدم شخصية بتعاني من اعاقة جسدية لكن شخصيته هي شخصية معادل للخير في فعلته وبيحاول تو الوقت ان هو يحل المشاكل بشكل سلمي كان في ايش ده توسع على مواقع تواصل الاجتماعي جدا لان هو بصراحة اداء وكمان كان قوي شخصيا فلا تتش منه خالص رغم ان هي بتطلب اداء جسدي يعني نقدر نقول صعب جدا لكن هو كان متمكن وهو من العلامات المضيئة في المسلسل ده فالفكرة هنا ان فيه اعتقد المسلسل ده ممكن ياخد مساحة اكبر لو خرج بره رمضان بس انا عايز كمان اشير لمغامرة نقدر نقول ان هي مغامرة محسوبة ووقاتت نتائج جيدة جدا هي لحظة غضب يعني لحظة غضب كان فيه خيار ان هو عمل اصلي الواتشيت ويتعرض على المنصة فقط ما يتعرضش على الشاشة وده نظرا لطبيعته هو مسلسل كوميديا سودة خلف الكاميرا احنا بنشوف مخرج في تاني تاني تجربة ليه هو عبدالعزيز كان عامل حالة خاصة ودلوقتي عامل عبدالعزيز النجار عامل لحظة غضب محمد مهيب كاتب السيناريو بتاع لحظة غضب برضو مع عناصر عندها خبرة زي محمد شهين وصابة مبارك وصفوة وعدد اخر من الممثلين في العمل العمل نفسه والبيئة بتاعته وشكله وطبيعته مناسبة اكتر ان هي تكون موجهة لشريحة الشباب اللي بيهوى النوعية دي من الوقت فانا شايف ان هي كانت برضو مغامرة نحنا نحمل على المنصة فقط ما نروحش ناحية التلفزيون ونوجه مسلسل للجمهور الخاص بالمنصة نعمل له حاجة سبيشل ليه ودي نجح اعتقد لحد كبير ويمكن من التجارب السابقة على منصة ووتشت ونجحها وصداها الكبير كان عندهم الجرء انهم يعملون ده في مسم رمضان انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا